اهلا بكم ضرورة ذلك اضاف ان الحل الافضل لوضع حد للازمة يكمن في تخلي كييف عن رغبتها في الانضمام الى حلف النيتو بدوره اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ان بلاده ستفرد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف الديون السيادية لموسكو ونخبتها بايدن اوضح كذلك ان الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في اوروبا وعلى الرغم من ذلك قال بايدن ان الوقت مازال متاحا امام الدبلوماسية لتجنب السيناريو الاسوأ في اوكرانيا ومنع صراع دموي شامل في غدون ذلك تتوالى العقوبات الغربية على روسيا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزاب بورال اكد ان العقوبات ستكون موجعة للغاية لروسيا بورال اوضح ان عملية تجميد اصول وحضر تأشيرات ستطال 351 نائب في مجلس الدومة الروسية الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال لوهانسك ودونسك بينما تفرض العقوبات على روسيا اعلنت الخارجية الروسية عن اقامة علاقات دبلوماسية بين موسكو من جهة ودونسك ولوهانسك من جهة اخرى الخارجية الروسية قالت في بيان انه تم تسجيل اتفاق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين على مستوى السفارات البيان شدد على ان الطرف الروسي يهدف الى تطوير التعاون الكامل مع المنطقتين كما اعلن مجلس الاتحاد الروسية الغرفة العليا للبرلمان موافقته على طلب الرئيس بلاديمير بوتن بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد ينص مشروع القرار على ان عدد القوات الروسية المستخدمة في الخارج ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها يحددها الرئيس الروسي حيث دخل القرار حيز التنفيذ فورة تبنيه من جانبه وصف الامين العام لحلف النيتو يانس ستولتنبرج الوضع الحالي بانه اخطر لحظة في الامن الاوروبي خلال جيل كامل مشيرا الى ان النيتو نشر قوات تابعة له في جناحه الشرقي في حالة تأهب قصوى كما رحب ستولتنبرج بالعقوبات الاقتصادية التي اعلنتها العديد من دول الاعضاء في الحلف ضد روسيا على خلفية هذا النزاع المتصاعد اوقفت الحكومة الالمانية اجراءات اعتماد خط الغازة الروسية الالمانية نورد ستريم اثنين لحين اشعار اخر حيث اعلن المستشار الالماني اوليف شولتس تعليق المصادقة على تشغيل هذا الخط وذلك ردا على الخطوات الروسية الاخيرة في محضر من عقوبات اضافية محتملة اذا مشاهدين الكرام كان هذا استعراضا سريعا لمستجدات ما طرأ على الازمة على الحدود الروسية الاوكرانية من تطورات اشكر حضراتكم على طيب المتابعة والى اللقاء